أنون الشراء العام أهدافه وطرقه الحديثة يعتبر أنون الشراء العام الصادر عام 2021 من أبرز الأوانين الإصلاحية الهدفة لمكافحة الفساد واللي يعده معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي رح يستعرض برنامج الجندي على مدى سبع حلقات أهم تفاصيل هالأنون ومدى تأثيره على الانفاق العام بلبنان بحلقتنا الخامسة لليوم بتشرح جوزيان شبلة من معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي عن المعلومات اللي تنشر على المنصة الإلكترونية اللي أنشأها الانون والجهات المعنية باستخدامها من أهم منصة عليه أنون الشراء العام هو أنه أدخل الرقمنة على عمليات الشراء عبر استحداث منصة إلكترونية لدى هيئة الشراء العام وألزم الجهات المعنية باستخدامها مين الجهات اللي بتستخدم المنصة الإلكترونية المركزية؟ المواطنين، هيئة المجتمع المدني، هيئة الشراء العام، الجهات الشارية، هيئة المراجعات، العارضون، الهيئة العليا للتأديب، التفتيش المركزي، ديوان المحاسبة وهيدا بيأمن الشفافية وبيسمح المراجعة والمرائبة والمحاسبة شو هي المعلومات اللي تنشر على المنصة الإلكترونية المركزية؟ الإعلان عن عمليات الشراء، الإشعارات، التبليغات، الخطة الصنوية للإدارات والمؤسسات الشارية، دفاتر الشروط وتعديلاتها، وثائق التأهيل المسبق، تمديد موعد تقديم العروض، الإعلان عن إرساء التلزيم، قرار انتهاء العقد وأسبابه، سجل الإقصاء، توفير المساندة والنصح للجهات الشارية والعارضين، استطلاعات رأي تتعلق بتعديلات على الأوانين المتعلقة بالشراء تقرير السنوية لهيئة الشراء العام، لوائح بالأشخاص المخولين لعضوية لجان التلزيم والاستيلام، إشعارات إعادة النظر والشكوى مزيد من التفاصيل حول أنون الشراء العام على موقع معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي institutefinance.gov.lb أو ممكن زيارة المكتب المالي التابعة للمعهد بمنطقة كورنيش النهر ومتابعة صفحات التواصل الاجتماعي التابعة إلو